بتحبي يفوت معك؟ مو ضروري ما في دعاب نوب يمكن يلزم كون دكتور أو إصعاف مثلا لأ عن جد ما في لزوم أصلا ما بظن إنه في شي خطير كتير لأني بعرف أبي بيحبي يتدلل طيب خليني اتطمن مو حابة إني عزبك معي على راحتك عفواً بدي أدخل يعني روح؟ إيه يا ريت بكرة بشوفك وبطمنك ومشان اليوم عنجت شكراً كتير إليك على كل شي يا بيك أنا اللي لازم أتشكرك إلي زمان كتير ما قضيت يوم حلو رح روح لك لكي إذا حتشتشي فوراً بتخبريني اتفقنا؟ اتفقنا تصبحي على خير؟ تلاقي الخير ولي ولي فوتي حياة فوتي يلا خلصيني من هالمصيبة شو عم تعمل عندك ما عم بفهم؟ هاي شو جابا؟ مالا طبيعية؟ أنا كمان ما بعرف إذا إجا بابا ما رح يصير خير بالمناسبة نحنا بنات عم وسمونا أنا وإنتي على اسم ستنا لتكوني بالصورة إلتي على اسم ستنا؟ سامحيني يا روحي أنتي إلي أيام ما نمت الليل وما دقت ولا لقم بنوب حرارتك مرتفعة شوي ما هيك؟ أنا بحب أعطي فرصة تانية للكل أجيت لأعتذر منك إذا قبلت وسامحتيني طبعاً إيه إيه طبعاً مصدومة شوي بس وأنا كمان مصدومة شوي بشوفتك خصوصي إنك لابست ياب مراد بس أنا شو دخلني؟ نحنا تركنا بعض وخلصنا أنا وياه لا لا مو هيك القصة كان في اجتماع على الياخت وقعت بالبحر فاضطرت البسلة ياب منيحيلي ما غرقتي بالبحر قبل ما تسامحيني على غلطي الحمد لله رجعتي بالسلامة يا روحي أخ الحمد لله اشتركوا في القناة لماذا؟ رح تتزوجني شي؟ مهات مغاندي بتعرفوا شو بيقول؟ التطور الأخلاقي للمجتمعات دقيقة يتعلق بطريقة تعاملهم مع حيواناتهم لا مو هيك كان يقول لحظة مبين إنه مضيعي يا حرام روقي وخليها تسرد سكتي المسامحة من ميزات الأزكياء والمكان يلي فيه حب في حياة تعرفي أنا بحس إنه وجيك حلو علي وأنا بعترف إنه غلطت معيك كتير أه صح غلطي وكتير إنسي لو سمحت ما كنت بوعي بوقتها كنت وقع بفخ الجشع والطمع عم تمزحك أنه؟ عم بطلب السماح ممكن تقبلي هاي الهدية سلة فواكي مجفة في عربون صداقة خذي فيك تاكلي براحتك ما فيهم كتير كالوريز أنت يخدو ديك معباية بس لازم تهتمي برشاقتك شوي صغيرة من اليوم حسد نميمة جشع ما في سامحتيني ما هيك؟ سامحيني إذا ما سامحتيني طال على برة زيت حالي قدام أول سيارة تطلع بش لا لا مو مشكلة ما في داعي ما في الزوم إذا هيك خلصا بنفتح صفحة جديدة وكأنه ما صار شي بنوب ممتاز بما أنه هيك أنا رح أمشي محبة اترككم بس مضطرة باعتذر قلبي مليان حب يلا باي باي صبايا لافي يو باي باي سييو ما عم بستوعب شو كان بدا؟ عالأغلب تكون ندمة عشي اللي عملتوا معي بضيعة شو ومسي لي أنا لازم اشترك ببرنامج المواهب وحلق بس كانت لابسة يابو لمراد هالسرنوه وحف كان لازم اصفقه على خلقته اه اه دي مرام سكينة آلو زياد لو سمحت بدي منك خدمة اي هاف تو سييو اميديتلي موسيقى فى مرام موسيقى وصف رعبتني عن جد؟ شو عم بتعمل بهالوقت؟ جد شو جنيت انت؟ لا اخي انا اجيت لهون لحتى شوفك وانت اللي ما كنت موجود لكن صراحة انا عن جد جوعان ولهيك عم دور على شي اتاكل تعرف عشوي كنت ضربتك بشرة معدان وروحتك على فكرة اخي انت بتعرف انه بعد ما شفت برادك انا تحولت لفارة جوعاني لك اخي ليش هيك؟ ليش هيك؟ انت يعني ما بتاكل بالمرة؟ لا في لحمة ولا في بيض ولا في اي شي بنو ما عندي شي من هدول كنت اقول لستك تعمل لك اكل ايه لو شفتها لستي ما كنت طلبت منك بس هي مقررة انه تريحها لها الفترة هاي بعدين راح اطلع حتى اطلب من امي امت لقيتها طالعة هي ورفقاتها همم علا افهمت عم تدور على حدا يسليك ايه يعني ممكن بس عن جد ما خطر ببالي كنت فكر بابوك بتاخده على الملعب وبتخسره وبتكسب بيتزا اوه بيتزا عن جد اشتهيته كتير بس هو كمان طلع مع كمال مين كمان؟ ابوه لسونة يلي بينادوا لحياة كيف يعني؟ عادي زلمة متقاعد متل ومتل غيره حابب يطلع اجازة واتفقوا انهم يطلعوا وشوفوا بعضهم هو حكى معه قداني بس داية انت متأكد انه كمال بيكون ابوه لحياة؟ ايه وليش انت مستغرب؟ حتى انه قال بنتي بامانة المحروس ابنك لكن المسكين مأمن الخاروف عند الديب اجي على بالي قل له خلاص عمي كمال انت لا تخاف اخي مراد عم بيعمل الواجب وزيادة كمان بس كنت جوعان وما قلت له مضطرة ارجع عالبيت ضروري ما بطعبان شوي مراد صبايا موتتوني رعبة لك انا فكرتكم فادية اشك لافط ان اللهUST اشك لافط ان اللهسب اشك لافط ان الله消ف